من ملامح فقه إمامنا الإمام ربيع بن أبي عبد الرحمن كما أشرنا في نهاية اللقاء السابق أن إمامنا كان معظماً لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مهتماً بعمل أهل المدينة باعتباره امتداداً لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباعتباره عمل الصحابة والذين نقل عنهم كبار التابعين فاعتبر عمل أهل المدينة سنة لدرجة أنه قال عمل ألف عن ألف أولى بالقبول من قول واحد عن واحد وهذا لا يعني أبداً أن إمامنا كان يرد خبر الواحد كما سأبين وأفصل ذلك من قبل وصار على نفس الدرب تلميزه النديب الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمن أصول مذهب وفقه الإمام مالك عمل أهل المدين عمل أهل المدين وقول الصحابي وهي أصول تبعية وليست هي الأصول الأصلية كقرآن وسنة وإجماع وقياس ثم تأتي بعد الأصول الأربعة الأصول والمصادر التبعية ومنها عمل أهل المدينة العلامة ابن رشد الحفيد الفقه صاحب بداية المتهد ونهاية المختصد في الفقه الرائع الجميل وهو مالكي المذهب قال يعني أرى أن مالكاً لم يعتبر عمل أهل المدينة أصلاً من أصول فقهه ومذهبه وإنما كان قرينة مؤيدة يعني لنص على نص إذا ما رجحنا أو أردنا أن نرجح عملاً عملاً على عمل أو نصاً على نص فالمرجح كان عمل أهل المدينة فكان قرينة على الترجيح ولم يكن يعني أصلاً منفرداً بذاته وفي موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم ينص صراحة على عمل أهل المدينة لكنه قال كلاماً يفهم منه ذلك المصطلح لأنه قال مثلاً في الموطأ وفي المدونة والذي عليه العمل في بلادنا كما في رسالته للإمام الليس ابن سعد والأمر المجمع عليه عندنا والذي عليه العلم ببلادنا والذي عليه العمل ببلادنا وكان يقصد المدينة المنورة ويعتز بالمدينة اعتزازاً لا مسيل له وبعلم وعمل أهل المدينة ويعتبر كما فهم ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم والإيمان من المدينة خرج لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها والنبي بيشبه صلى الله عليه وسلم الإيمان بحية تتكور وتلتف حول نفسها لتكون في وكرها وكأن الإيمان يتجمع ويتركز في المدينة وعند أهل المدينة وأورد الإمام مالك نصوصاً مؤيدة لكلام شيخه الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن زيد ابن سابت الفقيه القارئ المقرئ المعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أدمعين فالإمام زيد والصحابي الجليل كاتب الوحي زيد ابن سابت والذي تكلمنا عنه من قبل في عدة محاضرات في صدر حلقاتي مع الفقهاء أنه قال إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة يعني إذا رأيت أهل المدينة والمراد بأهل المدينة كما قال الإمام ابن عبد البر المالكي أي علماء وفضلاء وفقهاء أهل المدينة وليس مجرد يعني أهل المدينة إنما المراد بعمل أهل المدينة أي بعمل العلماء والفقهاء والعقلاء وخيار الناس هو دا المراد فإذا رأيتم أهل المدينة على شيء أي من العمل المتعلق بالدين فاعلم أن ذلك العمل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمر قال لو أن الناس إذا وقعت فتنة لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر إلى أهل المدينة فإذا اجتمعوا أي أهل المدينة على شيء يعني صلحة ذلك الشيء ولكنهم أي الناس إذا نعق فيهم ناعق اتبعوا فإبن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيقصد أن الناس عند الاختلاف لو عادوا لأهل المدينة ما عليه أهل المدينة لخرجوا من ذلك الإشكال ولا فضوا ذلك الخلاف حتى لا يتبع يعني أحد من الناس أي ناعق أو أي قائل لأي قول من الأقوال لكن انتبهوا هنا هذا كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني يظهر شيء من الخلاف فيما بعد كما كان متبادلا بين الإمام مالك والإمام الليس ابن سعد رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين بعض الفقهاء قسم أو جعل عمل أهل المدينة على يعني أربعة يعني مراحل أو على أربع مراحل فقال المرحلة الأولى أو الرتبة الأولى من عمل أهل المدينة جعل تلك الأشياء رتبا الرتبة العالية ما كان عليه العلم والعمل من قبل أهل المدينة فيما يخص بعض الأمور المنصوص عليها كالمد كالصاع كترك زكاة الخضروات على سبيل المثال فهذا سنة وهذا في الحقيقة عين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبول باتفاق يعني الرتبة الثانية أنهم قالوا ما اتفق عليه كبار الصحابة وكبار العلماء من الصحابة في زمن الخلفاء الراشدين فهو سنة أيضا باتفاق عند جمهور الفقهاء ما عليه قدماء أهل المدينة من العمل في عهد الخلفاء فهو حدة يجب اتباعها المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان تعارض في المسألة دليلان اجتهادان قياسان ورجح عمل أهل المدينة أحد الدليلين أو القياسين أو لجتهادين فأخذنا بالقول الذي يرجحه عمل أهل المدينة المنورة ويعني كما لو تعارض حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل أهل المدينة يرجح صحة أحد الحديثين أو أن العمل بالحديث الذي يرجحه عمل أهل المدينة باعتبار أن الحديث الآخر ربما يعني كان يعني غير سابت أو كان منسوخا وأن اللاحقة ينسخ السابق الرطبة الرابعة والأخيرة العمل المتأخر بالمدينة يعني حدة عند الإمام مالك المرتبة الثالثة التي أردنا يعني أشرنا إليها ده مذهب مالك الشافعي رواية عن أحمد لكن الإمام أبو حنيفة يعني لم يوافق ذلك الرأي طيب عمل كبار التابعين بعد زمن الخلفاء الراشدين يعني هو حدة عند الإمام مالك لكن ليس حدة عند غير الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب هناك في الحقيقة أمر تدر الإشارة إليه وربما في المستقبل نشير إليه إن شاء الله تعالى إن الإمام مالك كان لديه اعتزاز كما قلت وأؤكد اعتزاز شديد بعمل أهل المدينة وفي نفس الوقت كان ينكر على علماء الأمصار أن يفتوا بغير عمل أهل المدينة وفي نفس الوقت كان يبعث بالرسائل والكتب يبعث بها مع رسول زاهب إلى العراق إلى الشام إلى مصر فيبعث ببعض الرسائل التي تحوي نقدا وتصويبا ودعوة للأخذ بعمل أهل المدينة باعتبارها مأوى للكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مقرا للخلفاء الراشدين ولفقهاء المدينة السبعة أو العشر الذين أشرنا إلى الكثير منهم من قبل فكان شديد النقد وفي نفس الوقت كان يطلب ممن يبعث إليهم بالرسائل أن يرجعوا عما يفتوا به خاصة إذا كان الناس يقصدونهم للسؤال عن دين الله تعالى ترجمة نانسي قنقر